حتى الكليب أنا تندون ويمكنت صح لي المعلومة يعني هذه 9 سنين ما شفناك في فيديو كليب صحيح 100% صحيح علاش عبتي علاش علاش لأنه المخ أنا غنجوبك مروان خوري لأن المخ ريجاي مرأة وباش توصل له الإحساس ويوصلنا به اختار المرأة هي اللي قامت بالإخراج صحيح أو لا؟ هي المرأة دائما موجودة وليس فقط بالفيديو كليب لا الحقيقة كان الأمور شوي صارت تغييرات إذا بدها كنت أنا بشركة روتانا بعدين تركت بعدين صار الماديا تغيرت كلها السوشيل ميديا طريقة عرض الفنان إذا بتلاحظ مش أنا بس أكتار اللي يقللوا أنتاج الفيديو كليب وأنا من الأساس مني كتير أنتجت فيديو كليب بيت كانت على الأد وفيديو كليب بيت كانت بس أنا برأيي كانت لتساعد الأوديو يعني دائما كان عندي إيمان أنه الأوديو هو أهم من الصورة يعني اللحن والكلام هن الأهم وهن اللي بيبقوا الفيديو هو لمساعدة الأوديو ولكن هذي فكرة معينة يعني وراحت أيام أنا أنا كنت كل فيديو كليباتي مع شقيقي كلورد خوري هو اللي قال لي أخرج لي أصر الشعو كل الأصايد مجموعة كبيرة وراحت لقصة حسات هالسنين يمكن نتيجة الطلب من المحبين أنه مروان بنا نشوفك ولحقيقة في شي كمان أخرني أكتر لأنه قدمت برنامج بوقتها اسمه طرب مع مروان خوري كان عندي ظهور على التليفزيون يعني ما كنت بعيد بس بطريقة مختلفة هذا هو السؤال اللي كانت تغطرها لك كريمة يعني على البرنامج طرب والزمل جميل كان عندها سؤال لهذا البرنامج أوك تفضل مروان يعني هذا الموضوع كان كمان أخد شوي من قدام الإنتاج إذا بدك إنتاج الأغاني وإنتاج الفيديو بس هلأ حسات أنه لا ضروري صار أنه ما بقى غيب وخصوصي أنه أنا مني أكتف على السوشيال ميديا يعني ما كتير بيشوفوني على السوشيال ميديا